أكد سعدة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية على أهمية ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الدول التي تؤمن بالسلام نهجا ثابتا لمواجهة الأفكار والأيدولوجيات الهدامة التي تكرس الكراهية وتروج للإرهاب ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال جلسة بعنوان الاتفاقيات الإبراهيمية وخيارات السلام بمشاركة وزير الدفاع بدولة إسرائيل بيني جانيتس والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات الدكتور أنوار قرقاش ذلك ضمن فعالية مؤتمر ميونخ للأمن في دورتها الثامنة والخمسين بألمانيا وأكد الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أن رؤية الشجاعة والاستثنائية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة رسمت مسارا جديدا لمستقبل الشرق الأوسط لضمان خير ومصلحة كافة شعوب المنطقة مبينا أن السلام معادلة تمثل مكسبا دائما لجميع الأطراف كما أن الحوار هو السبيل الصحيح لإنهاء النزاعات واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية جهود مملكة البحرين في بناء استراتيجية السلام الدافع مشيرا إلى أن الاتفاق الإبراهيمي ليس إطارا ضيقا يركز على الأمن أو رد فعل على تهديد وإنما يعبر عن قناعة ثابتة بأن توسيع نطاق التعاون الإقليمي سوف يضمن تعزيز البعد الأمني ويسهم في استقرار المنطقة وتناول الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد عددا من التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب القائم على فكر متطرف ورفض التعايش والتنوع كما تطرق إلى تحدي الميليشيات المسلحة التي تعمل بالوكالة وتهديد الأمن البحري إلى جانب استهداف المنشآت النفطية والحيوية في دول المنطقة عبر الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة لزعزعة الاستقرار الإقليمي وخلص وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى أن تلك التحديات أظهرت الحاجة إلى استراتيجية الردع المتكامل وترتكز على مسارين مترابطين أولهما التعاون بين الحلفاء والشركاء لحفظ الأمن وثانيهما الدبلوماسية الجماعية الفاعلة بأدف منع تفاقم النزاعات والأزمات وعدم وصول شضاياها لمناطق أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر